بسم الآب والابن والروه القدس الإله الواحد أمين موضوع تأملنا النهاردة من برنامجنا من وحي الساعة بعنوان الحب اختيار ربنا أعد للإنسان الملكوت ملكوت السماء الملكوت ده هو ملكوت المحبة حتى اسمه زي ما قال وعلمنا بولس الرسول في رسالته لكلوسي أهل كلوسي يقول كده الذي أنقذنا من سلطان الظلمة ونقلنا إلى ملكوت ابن محبته ابن محبته المقصود بالمسيح له المجد المحب المحبوب اللي في حدن أبيه اللي تربطه بالآب محبة وتربطه بين المحبة فأساس الملكوت هو الحب دي الصفة الأساسية اللي بيتميز بها ملكوت السماء حبه مقدم من الله وحب تممه المسيح له المجد على الصليب بفداءه موته ودي الصفة الأساسية اللي صفر الرؤية حكالنا عليه فيقول صفر الرؤية كده على المسيح للمجد هم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين مستحق أنت لأنك زبحت واشتريتنا لله بدمك يبقى الملكوت ابتدى بزبح المسيح أو صلب المسيح وشرقه لنا بدمه عشان كده المحبة هي شرط أساسي للتمتع بالملكوت لأن الفرح ممكن يجي لما يكون في محبة لكن لو في كراهية وتعب نفسي من حد مش مجربة في فرح الفرح والسعادة والسلام كله أساس الحب عشان كده مفيش حب نقود بنا من القعدة اللي أنا أقولها دي مفيش حب بدون بزل يبقى كل حب مع بزل المسيح عبنا بزل نفسه لأجلنا ومفيش بزل بدون إرادة يعني إيه بدون إرادة يعني لازم الواحد يبزل بتيب خاطر هو عايز يبزل محدش أجبره يكون عنده إرادة إنه هو يبزل ومفيش إرادة بدون اختيار حر الإنسان لازم بقى عائل ويقدر يختار لكن لو الإنسان مغيب أو الإنسان ما عندوش العقل اللي هو يختار به مش فرق معادي من دي زي مثل حيوان أو يكون فقد عقله ما نقدرش نقول إنه بزل حتى لو إيه عمل إيه بدون ما بيدره لكن ده مش بزل يبقى حب ما فيش بزل بدون حب وما فيش بزل بدون الإرادة والإرادة تحتاج العقل عشان يقدر الإنسان يختار يقدر الإنسان يختار يقول آه أنا هختار إن أنا أبزل حتى لو حصل إيه فربنا إدانا الفرصة عشان نمارس الحب من خلال حبة الديئات اللي بنتعرر لها الناس بنمارس الحب الأم تمارس حب لابنها أو بنتها لما تختار إنها تشقى من أجله ومن أجلها وده محتاج طبعا إنها تكون عندها إرادة وتكون عقلة وتكون وهكذا فالله إدى الإنسان الإرادة وإداله الحرية وإداله العقل عشان يقدر يحب ولما يروح السماء يبقى رايح بإرادته وهو اختار السماء واختار يحب ربنا وفضل ربنا عن أي حاجة تانية من محبة العالم مثلا الله خلق الإنسان عائل قادر إن يقيم أموره وهو كمان مريد مريد يعني ساحب قرار لإرادة يقدر يسعى نحو اللي يختاره ويقدر يرفض أو يبتعد عن اللي بيكره فالإنسان العاقل عموما يقدر يحب يقدر يكره يقدر يفعل اللي هو أي حاجة بيستحسنها أو بيفضلها ما حدش بيجبره على حاجة على الحب بالعافية أو الكراهية بالعافية وده نعمة إلهية للبشر جميعا فدخول الملكوت لابد أن يكون قاصر على الكائنات العاقلة الحر لزي الإنسان أو الملك ليه؟ لأن الكائنات دي العاقلة تقدر تفكر تقدر تفضل وتستحسن تقدر تحب تقدر تختار تقدر تكمل محبتها أن هي تسعى وتبزل من أجل اللي هي عايزة مهما كلفها الأمر من تضحية عشان كده معلمنا يوحانا الحبيب كان بيمدح ناس في رسالته التالتة يقول لأنهم من أجل اسمه خرجوا وهم لا يأخذون شيئا خرجوا مخصوصيا خرجوا يعني تعبهم وإذا كان في تبشير أو في أي حاجة من أجل ربنا اختاروا كده هما فعشان كده أنا بقول لك يا أخي الحبيب الله قدم ليك حبه العظيم ويمكنك أنت كمان أنك تشوف الكلام ده تشوف الحب العظيم ده في الخليق اللي حواليك من خلال تدبيرات الله المحيط بيك تدبيراته لحياتك الخاصة أو من خلال خلاصه وفداءه السمين زي ما بيكشف لك كتاب المؤدد فهل أنت تستحسن حب ربنا الصالح الرحوم ليك إن كنت عايز تحبه زي محبك فده اختيار محدش يغصبك على كده لو أنت تفضل الله حب ربنا على حبك للعالم هبوس تلاقي أن أنت بتفضل محبة ربنا على محبة العالم اللي سماها معلمنا يعقوب الرسول في رسالته يقول أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله يده يده يتعادي الله وتحب العالم يا إم تختار محبة ربنا حتى لو العالم هيعاديك يبقى أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله فمن أراد أن يكون محبا للعالم فقد صارع دون لله فإن لو أنت يعني جات عليك بعد الدقات خليك ثابت في اختيارك لله ومحبتك له وهو مش هينسيلك أبدا حبك له لأنه زي بيقول كده لأن الله ليس بظالم حتى ينسى عمل وتعب المحبة التي أظهرتموها نحو اسمه هيفتكرك ربنا هذه الحب وتمسك به والبازل وأن أنت اخترته على أي حاجة تانية ربنا دينا كلنا نختار هذا الحب بإرادتنا ونسعى نحوه لإلهنا كل مجد وكرامة ملآن لأباد الأباد كلها أمين شكرا